ففي جني ركبهم في جني ركبهم طبعا انا لا اؤمن اطلاقا شرعا لا اؤمن بتلبس الجن بالانس واعتقد ان هذا لا يتناسق لا مع القرآن ولا مع الشرع وان هذا من الاوهام الكبيرة التي للاسف قاعد تزرع في الناس باسم الدين والله سبحانه وتعالى يقول انه ليس له سلطان لا على مؤمن ولا على كافر يقول الله عز وجل عن المؤمنين انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون وبالنسبة للكافرين يقول ابليس لاهل النار بعد ان قضي الامر وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما يملك الا الوسوسة يعني مرة واحد من الشباب كذا وضعهم لخبط وانا افهم في المسائل يا دكتور والله انا يعني حالتي حالة ووضعي كله ومشاكل كثيرة مثلا ايش تحليلك ايش تتوقع قال والله اتوقع راكبني جني ايش اعمل يا دكتور قلت له اركبه ليش يركبك مين الاقوى الانس ولا الجن ان كيد الشيطاني كان ضعيفة بينما بالنسبة للبشر وان كاد كيدهم لتزول منه الجبال انسان قوي عندما يستجيب للشيطان يستجيب باراته وليس لانه سيطر عليه يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ ما قال والرابع لبسه جني لان يطلع منه هذا وما في ولا حديث صحيح في تلبس الجن بالانس ما في ولا واحد فارجوكم والله الجن بريء يعني اللي فشل هو فشل مش الجن اللي فشل طبعا بعض الناس يعتذروا بالسحر عملوا لي سحر جاني واحد من الشباب مرش هذه شباب شباب تسيطر عليهم افكار مثل هذه طبعا سينهاروا لن ينجحوا جاني واحد من الشباب قال دكتور صال لي 17 سنة مسحور صال لك 17 سنة فاشل مش مسحور ما في شيء اسم السحر يستمر 17 سنة ما في هذا انسو هذا لعب ولا ايام حتى السحر لا يؤثر في الانسان اصلا السحر لا يغير شيء في الانسان على مذهب الامام ابو حنيفة في العقيدة السحر ليس له حقيقة هذا مذهب ابو حنيفة النعمان ويستشد بقوله تعالى فسحروا اعين الناس ما سحر الناس يسحر ما تتخيلونه ما يسحرك انت وقول الله سبحانه وتعالى فخيل اليه من سحرهم انها تسعى او سحرة فرعون اللي هم اعظم سحرة في التاريخ ما استطاعوا الا ان يجعلوا خيالا ويسحروا اعين الناس تلقى واحدة مسحورة خمس ايام ايش اللعب هذا الله يخليكم خلونا نصحة خلونا نصحة